تراجع في رغد العيش وضغط على سوق العمل صحف المملكة تمتلئ بإعلانات كهذه من فن صيانة إلى بائع تجزئة إلى عاملات نظافة سعوديات ولا عيبة في العمل إجراءات غير مسبوقة في سوق العمل وردود فعل واسعة النطاق بعد هاشتاج تقليص العمالة الأجنبية مطلب شعبي وتوطين الصيدليات وتوطين الاتصالات وسعودة السلطات السعودية تداهم متاجر وشركات لغير السعوديين وتبدأ عمليا في تطبيق السياسات الجديدة لمعة في حديث السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع وتأهب ملحوظ لانتزاع السوق من غير السعوديين قلق شديد في مقابل ذلك من جانب هؤلاء الذين تبلغوا نسبتهم أكثر من 80% من مجمل سكان الخليج وهم أجانب من دول عربية أخرى ومن آسيا وشكاوى لا تزال تطرى من سوء المعاملة أنا مفي خوف مين كوفير شيل مוכيف روكي مוכيف روكي فشفتا خلاتا بالاتا نبر سعودي زيادا عبادا فكرنا خوف أنا مفي خوف مين كوفير أنا مفي خوف مين كوفير أنا شيل كوشفو بين حق الدول في تلبية احتياجات اقتصادها ومواطنيها من ناحية وحق هؤلاء الذين أفنوا عقولهم ونفوسهم وأبدانهم في تشييد تلك الدول من ناحية أخرى أين يستقر الميزان طيب الله أوقاتكم أهلا بكم في أحدث الأنباء من الرياض تدخل ملكي لحل أزمة بعض الشركات الكبرى التي عجزت عن تسديد رواتب موظفيها لشهور طويلة إضرابات عن العمل ومزاعم بانتهاكات وتدخلات من حكومات أجنبية لحفظ حقوق مواطنيها وشغف كبير بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع بعد هاشتاج أو اسم سعودة تنتشر الآن وسوم من مثل تقليص العمالة الأجنبية مطلب شعبي وتوطين قطاعات مختلفة من بينها هذا القطاع قطاع الاتصالات تهدف السلطات السعودية إلى توطين قطاعات التجزئة كلها في غضون سنوات معدودة هذه الخريطة الضوئية تبين لكم مدى كثافة وأماكن خروج الكلمة سعودة في خلال الأيام القليلة الماضية تحليل سريع للمحتوى يقودنا إلى هذا الرقم على سبيل المثال ثلاثة آلاف تغريدة وقد أتت من أكثر من ألف وثمانمائة مستخدم في خلال الأيام القليلة الماضية معظمها أتى من الرياض ومكة والمدينة وارتبطت بها هاشتاجات أخرى مثل سعودة وفيلم خطوة أولى بعض الإحصاءات الأخرى على سبيل المثال أهم تغريدة 31 ألف عامل لبناني في سعودي أوجي معجول هناك أيضا بعض الإحصاءات الأخرى الخاصة بأكثر الروابط انتشارا سنجد أن الرابط القادم هو أهم رابط على الأقل من ناحية الأرقام وهو سطور وحوار مع الدكتور سعود المصيبيح هناك أيضا بعض الإحصاءات الأخرى الخاصة بأهم الفيديوهات وأهم الصور على سبيل المثال هذه أكثر صورة انتشرت نفقات التعليم 1.7 تريليون بالوظائف وسعودة هذه أهم الإحصاءات فيما يخص هذه الكلمة هذا هو موضوعنا للنقاش في هذه الحلقة قبل هذا دعونا نلقي نظرة على أهم ما شغل انتباه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي للأيام القليلة الماضية كي نكون عادلين قسمنا لكم العالم العربي إلى ثلاثة أقسام ننتخب لكم وسما من كل قسمة من يمين العالم العربي واسم نساء الأولمبياد لا يمثلوننا من وسط العالم العربي فك حصار حلب من يسار العالم العربي الإعدام لخاطف الأطفال هذا الوسم الأخير سجل أعلى مشاركة من جانب النساء صدفتنا في أي وسم بنسبة بلغت أكثر من 62% من مجمل المشاركة أكثر من 7 ملايين داخل الجزائر وخارجها أتيح لهم نحو 1500 تغريدة رآها أكثر من 3 ملايين مستخدم بمتوسط نحو مرتين قصة هذا الوسم وعناوينه الرئيسة في هذا التقرير المختصر الإعدام لخاطف الأطفال هو وسم يعبر عن حزن وغضب في الجزائر انتشر في موقع تويتر بعد أن تم العثور على جثة نهال طفلة اختطفها مجهولون قبل أيام جريمة تسنكرها فلور وتتساءل إلى متى ستستمر هذه اللحوش في اقتصاب الأطفال وهي أيضا جريمة تستوجب حسب المغردة ماريا كريم إعادة تفعيل عقوبة الإعدام المجمدة منذ ربع قرن لكن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حق الإنسان رفضت تفعيل هذه العقوبة حسب ما ذكرت صحف جزائرية ووضحت الرابط قرارها بأن العقوبة لن تقضي على ظاهرة اختطاف الأطفال رفض أثار السنكارة كريمة إذ علقت هم ينظرون لشدة العقوبة ولا ينظرون لبشعة الجريمة في المقابل انتقدت أمينة شيك ما أسمته صمت السلطات الجزائرية خاصة وأن جرائم اختطاف الأطفال في الجزائر بلغت العام الماضي إلى 287 حالة الوسم الثاني وقد اكتسح العالم العربية وما وراءه مبروك فك حصار حلب إحصاءات ضخمة بأكثر من ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف تغريدة فقط على موقع تويتر كتبها أكثر من ستة وأربعين ألف مستخدم هذه التغريدات أتيحت لأكثر من ستة وعشرين مليون بني آدم وقد رآها أكثر من خمسة عشر مليون شاركوا بمتوسط أكثر من مرة ونصف المرة الغالبية العظمى أتت من هذه البلدان بالترتيب سوريا السعودية مصر الأردن اليمن ولكن أيضا من أوروبا والولايات المتحدة وقد كانت للنساء نسبة تعدت الخمسة عشر بالمائة من حجم المشاركة قصة هذا الوسم وعناوينه رئيسة في هذا التقرير المختصر انتشر هذا الوسم تزامنا مع إعلان المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على مواقع جديدة في حلب بينما نفى إعلام دمشق فك الحصار عن المدينة السورية الاستراتيجية انتشرت فجأة صورة صلاح الدين الأيوب ومقولته الشهيرة ما سررت بفتح قلعة أعظم من سروري بفتح قلعة حلب مثل ما انتشرت صور كثيرة للمقاتلين في مواقع مختلفة من حلب كما انتشرت فيديوهات كهذا تبين نساء يطبخن للمقاتلين وفقا لناشره عبدالعزيز الحمزة وقد استخدم الوسم نفسه الذي استخدمه ملايين مبروك فك حصار حلب الوسم الثالث نساء الأولمبياد لا يمثلوننا أو لا يمثل لنا وقد أثار جدلا واسع النطاق بعد انطلاقه من السعودية إلى سائر دول الخليج وما وراءها هذه صورة تمثل المعارضين والمعارضات لاشتراك النساء السعوديات في دورة الألعاب الأولمبية في ريو في البرازيل كتبت صاحبتها من يمثل نساء ملايين السعوديات نساء تمسكن بشرع الله وطاعته وليس من خلعت حجابها ليرضي الغرب في مقابل هذه الصورة نفسها دون إغفاء المعالم وهي تمثل وجهة نظر المؤيدين والمؤيدات لا يمثلونكم نساء الأولمبياد يمثلون المملكة العربية السعودية فقط أكثر من 35 ألف مستخدم فقط على موقع تويتر شاركوا وشاركنا بأكثر من 97 ألف تغريدة عاد أكثر من 71 ألفا إرسالها ريتويت هذه خريطة توضح مدى الكثافة في التغريدات وأماكن خروجها على مدى الأيام القليلة الماضية قصة هذا الوسم وعنوينه الرئيسة في هذا التقرير المختصر مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو في البرازيل يوم الجمعة الماضي ثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشاركة المرأة السعودية فظهر وسم نساء الأولمبيات لا يمثلننا اعتراضا على المشاركة من منطلق ديني فسر البعض رأيه بأن الله منع المرأة من الهرونة في المسعى وهي في عبادة بينما رد آخرون بأن المشاركات يمثلن الدولة مثل السفراء من ناحية أخرى فسر البعض انسحاب لعبة الجود السعودية جود فاهمي بأنه جاء تفاديا لمواجهة لعبة إسرائيلية بينما قالت اللجنة الأولمبية السعودية إن الإصابة هي السبب نبقى في منطقة الخليج العربي فمنها موضوعنا للمناقشة بعد قليل على ضوء تطورات متسارعة في الرياض لسوادة الوظائف لكن الأمر لا يخص الرياضة وحدها ولا مواطنيها وحدهم رغم أن لكل بلد حق تقرير اقتصاده ومستقبل مواطنيه بل يخص أيضا عواصم الخليج كلها وبكل تأكيد يخص هؤلاء الذين سيدفعون ثمن توطين العمالة الخليجية من أرزاقهم يأتي هذا بينما لم تفرغ بعد حكومات وشعوب ومنظمات حقوقية من مناقشة مزاعم تترى بسوء المعاملة حق الرد مكفول بكل تأكيد ولكن هذا مثال واحد على أي حال في هذه القصة من القاهرة حصل مشكلة بينه وبين الكفيل رفعت ضده قضية علشان أضمن حقه في القضاء القطري زي ما الدستوره للقضاء القطري بيقول القضية تقبلت ولكن قدرت البحث المتابعة للأسف أخدت من الكفيل بلغ الهروب بتاعه ومشت بيه والقضية اللي أنا مقدمها لهم وبقول لهم إن أنا فيه بينه وبينه قضية ضربت بيها عرض الحقق تسسعة واربعين يوم اتحبست فيهم في قطر بدون وجه حق التهم المقدمة في المنطقة اللي احنا كنا محبوسين فيها دي كلها تهمة واحدة بلغ غروب مخالفة شروط الإقامة أو ما شابه بهم اللي هو بيطلق عليه بلغ الهروب الوضع طبعا في الحبس كان سيء في حالات كتير إنسانية أنا شفتها جوا يعني أنا قابلت ولد جوا كان قصيب بالصراع كان مصري ده كان خلاص هيموت جوا فيه ناس كتير كانت بتنام في الحمام مرة من المرات قفلوا عنبر عملوا عليه كلمة إصلاحات أو تصلحات عشان ما يدخلوش اللجان أو أي حد محول إنسان اللي تبقى على مستوى العالم اللي هو ما يخشوا كان معايا جنسيات كتير جدا 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 من أغلب دول العالم سواء مصر المغرب تونس الجزائر سريلانكا كان فيه بنجرادش كتير جدا كان فيه هنود كان معايا سودانيين كتير برضو أنا كان معايا مصريين محامين مصريين رجال أعمال كل الفئات تخطر على بالك من عامل لغاية أعلى درجة كلهم كانوا بيتعاملوا زي زي أنا مجرد أن أنا كفيل أقدر أجيب من أي دولة في العالم عدد من الأشخاص أدخلهم الدولة ديا وأخذ منهم ثلوس مقابل دخولهم ولو حتى أنا جايفهم علشان خطر الشغل وأكلت عليهم حقهم أو فلوسهم سهل جدا أن أنا في يوم الليلة أعمل بلاغهم ضدهم أكثر من 80% من سكان دول الخليج غير خليجيين من بين هؤلاء نحو 10 ملايين في المملكة العربية السعودية يمثلون أكثر من نصف قوة العمل مع انخفاض درامي في أسعار النفط على مدى السنوات القليلة الماضية وارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين إلى نحو 12% وزيادة مضطردة في سوق الطلب على الوظائف من الصعب أن تلام السلطات السعودية في محاولتها استيعاب أكثر من ثلاثة ملايين من مواطنيها على مدى السنوات العشر القادمة بدأت العجلة في الدوران فعلاً وهي تنتقل من قطاع إلى قطاع هذه مسألة لا تخص السعوديين وحدهم ولا الخليجيين وحدهم بل تخص أيضاً مصائر الملايين من دول عربية أخرى ومن العالم كله هؤلاء الذين أنفقوا من عقولهم ومن نفوسهم ومن أبدانهم في تشييد دول الخليج وتخص أيضاً حكوماتهم التي سيقع عليها عبء استيعابهم وهي أيضاً بكل تأكيد تخص منظمات العمل وحقوق الإنسان لمناقشة هذه التطورات اسمحوا لي أن أرحب معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة اللبنانية بيروت بالسيد أحمد بن شمسي المتحدث الإقليمي باسم منظمة Human Rights Watch كما كنت أود أن أرحب عبر الأقمار الصناعية من جدة بالدكتور أيمن حبيب الخبير الإعلامي الأكاديمي السعودي رئيس تحرير جريدة عقاض سابقاً لكن حركة المرور عطلته عن الوصول إلى الستوديو في الموعد المحدد هو الآن معنا على الأقل على الهاتف أرجو من حضراتكم جميعاً الإجابات محددة ومختصرة لأن وقتنا يعني ليس كبيراً إذا بدأت به الدكتور أيمن حبيب في المملكة العربية السعودية أولاً توصل بالسلامة وإن شاء الله يكون خير إذا وضعت أمام حضرتك دكتور أيمن في البداية يعني ما لاحظنا جميعاً سواء على أرض الواقع أو على مواقع التواصل الاجتماعي هناك تحفز شديد بين ليس فقط صفوف المسؤولين السعوديين ولكن المواطنين السعوديين على سبيل المثال هذه التغريدة تقول العمالة الأجنبية تمثل خطر بات من الضرورة تخفيف الاعتماد عليه والتركيز على الأيد العاملة الوطنية حتى لو أدى ذلك إلى رفع الأسعار هناك تغريدة أخرى تقول لا ترتجي سعودة وأمان وظيفي والأجنبي ماسك HR ومناصب قيادية أكيد خايف على مكانه وأليل من عنده ذمة وحرصة على جودة العمل هناك احتقان أين ترى نقطة التوازن بين مصلحة السعودية وحقها في رعاية اقتصادها ومواطنيها وحقوق الملايين الموجودين في السعودية ودول خليل بشكل عام نعم أنا سعيد التواصل معكم إن كنت أتمنى أن يعراكم وتروني عبر هذا اللقاء بوصف الأخمار الصناعية على أي حال الأجمة ليست وليدة اليوم وليست وليدة الأمس سعودية بدأت تستشعر فداحة مسكلة البطالة في صفوف الشباب السعوديين والراضيين على الحصول على فرص عمل منذ أكثر من عشر سنوات ربما أكثر من ذلك المحاولات كانت موئدة نوعا ما وكانت خطوات لا أكد أنها جادة جديا فيما عدا الخمس سنوات الماضية بدأت تظهر على فتح المحاولات جدية لانتفاقات هذا صحيح وهو ملحوظ السؤال الآن إلى أي مدى المملكة العربية السعودية على استعداد لإغضاب الملايين من العاملين في المملكة العربية السعودية الذين ننتبههم شديد القلق ولديهم كل حق فيما أشهده وأعايش السعودية لا زالت دولة نامية ولا زالت الكثير من المدن السعودية والسعودية كما تعلمون بحاجة قارة بحاجة إلى الكثير من الجهود والعيد العاملة حتى وإن كان هناك فعلاً ظهور شيء من القلق في أوصاق العاملين في المدنات العاملة السعودية لكن لا زالت كثير من المدنات بحاجة إلى أراضي الأيدي العاملة فضلاً عن أننا الكثير من المشكلات المجتماعية ربما التي لنا ناتج عن مغروسات ثقافية أو ربما بعض المفاهيم الخاطئة حول مرحية الأعمال التي يمكن أن يتصبح لها السعوديون في واقع الأمر القلق في سين شهر من المبالغة لكن دعنا نكون موضوعين طيب اسمح لي دكتور سنحاول أن نكون موضوعين لكن حضرتك استخدمت كلمة بحد ذاتها أعتقد أن ضيفنا الآخر في بيروت سيد أحمد بن شمسي يستطيع أن يضعها في جملة مفيدة مبالغة هذا تعبير أو كلمة استخدمها الدكتور أيمن حبيب الآن هل ترى هناك مبالغة سيد أحمد بن شمسي فيما يحدث الآن من ردة فعل أو قلق العاملين بالملايين في السعودية وفي دول الخليج بشكل عام إن كان السؤال يرتبط بوضعيتهم رعوة القانونية وهل هناك مبالغة في التنديد بما يقع لهم لا أظن أن هناك مبالغة أبدا لأن ظروفهم القانونية وظروفهم المعيشية سواء في السعودية أو في الدول الخليج الأخرى تبعت إلى القلق والقلق الشديد يعني يمكن ذكر العديد من الأسباب لكن دعني فقط أذكر ما نعتبره يعني عرقلة أساسية لاستفادة العملة الأجنبية من حقوقها وهو نظام الكفالة نظام الكفالة الذي معمول به في السعودية وفي دول الخليج الأخرى بصفة يعني عامة يربط سكن يربط الوضعية القانونية لأي عامل أجنبي برحمة كفيل وهو شخص يضمن وجوده في العربية السعودية وهذا العامل لا يستطيع أن يغير العمل أو حتى أن يخرج من المملكة إن لم يرضى على هذا كفيله وهذا يقود من حريته في تغيير العمل أو في الحركة وهذا انتهاك صريح لحقوقه فإذا لا أظن أن هناك مبالغة في التنديد بالانتهاكات طيب هناك سيد أحمد بن شمسي يعني الكثير من الأمثلة على ذلك بكل التأكيد لكن يعني Human Rights Watch وحضرتك تتحدث باسمها في المنطقة العربية كان لها تقرير قبل نهاية العام الماضي ذكرت فيه تحديدا أنه منذ الثامن عشر من أكتوبر من العام الماضي حين فعلت حزمة من ثمانية وثلاثين تعديلا للنظام العمل أصدرت وزارة العمل في السعودية يعني مراسيم يفرد بفردة أو زيادة الغرامات المنطبقة على أصحاب العمل الذين يخالفون القواعد القانونية تشمل هذه القواعد حظر مصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين وعدم دفع الرواتب في أجالها وعدم تزويد العاملين بنسخ من عقودهم هذا تحسن يعني ملحوظ أليس كذلك فعلا تحسن قانوني ويعني كل هذه الخطوات مثل هذه محمودة لكن القانون شيء والتطبيق شيء آخر فنحن نود كمندمة حقوقية لو كان في إمكاننا الذهاب إلى المملكة العربية السعودية وإلى دول خليج أخرى لكي نحقق في يعني الوضعية على الميدان هل يطبق هذا القانون؟ هل هناك آليات فعلة من أرف السلطات السعودية؟ هل طلبتم رسميا من السلطات السعودية ومنعتكم من زيارة البلاد؟ نحن دائما نتواصل مع السلطات السعودية لكن مع الأسف الرد قليل وقليل جدا إن كان موجودا أصلا طيب دكتور أيمن حبيب في المملكة العربية السعودية بالقرب من جدة إحصاءات كثيرة عن أعداد العمال على سبيل المثال كي يكون أسادة المشاهدون معنا في الصورة على سبيل المثال قمة الجدول تحتله الهند بأكثر من مليون وسبعمائة ألف عامل تليها باكستان ثم بانجلادش ثم مصر كأكثر الدول العربية لها جالية عاملة في المملكة العربية السعودية بنحو مليون وثلاثمائة عامل هناك من مختلف الفئات بكل تأكيد ولذلك أرجو أن يكون في الصورة أن هناك أمثلة مصرية ستتكرر بالنظر إلى ما تلقى هذه الجالية هناك هناك أيضا شكاوى كثيرة دكتور أيمن حبيب على سبيل المثال من الهند لو ألقينا نظرة على هذا الجدول سنجد أن الهند وحدها أحصت وضعت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد قطر من حيث عدد الشكاوى التي وصلتها أكثر أكثر من 11 مليون و195 ألف شكوى وصلتها من مواطنيها في المملكة العربية السعودية هذا رقم ضخم من الشكاوى بشأن انتهاجات مزعومة ليس كذلك كما تعلم أن هناك كثير من المبالغات سواء من ناحية العمالة أو حتى من ناحية بعض البيعات التي تتصدى للدفاع عن حقوق هذه العمالة كما تعلم سيد الكريم السعودية تحترم العظمة والقوانين الدوليين وتحترم أيضا الشعبها وتحترم أيضا كل من هو موجود على عرضها وتحترم حقوق هؤلاء جميعا وإذا كان هناك ثمت أخطاء سعودية فلا تعتبر أن أخطاء دولة أو أخطاء مجرد هي المسألة دولة أسمح لي لقل يا أخي كريم سعودية يعني دولة متحركة متطورة طب بكل تأكيد لكن لكن على سبيل المثال دكتور أيمن حبيب إن كنت تسمعني هناك على سبيل وزيرة الخارجية الهندية بنفسها كتبت على موقع تويتر بشأن ما يقال حضركة تستخدم كلمة مبالغة أكثر من مرة كتبت على موقع تويتر تقول عدد العمال الهنود الذين يواجهون أزمة طعام في السعودية يتعدى عشرة ألاف وليس ثمانمائة كما يقال يعني هي هذه مسؤولة وتعرف عما تتحدث لا تتحدث عن موقف بعينه هذه التغريدة حقوق العالم يعني نقوم بأن يعمل دين يعني أن يتغذى وأن يحصل على حق طبيعي ثم هناك عقود في رب هذه العلاقة إذا كان الطعام مثلا يعني على سبيل المقاربة ما متفق عليه في العاقد يتحملوا جهات الأمل وهناك الكثير من المشاكل هناك الكثير من المشاكل كما نعرف باعتراف السلطات السعودية مع شركات كبرى كثيرة ليست شركة واحدة تأخرت فيها الرواتب لشهور طويلة ولا تزال الأزمة منعقدة حتى اليوم واستدعت حتى تدخل الملكي شركة ثلاثة والي سبب أوضيوات معينة وهذه الشركات ستتضمع عدة كبيرة من العمال ورغم هذه الحالات المحدودة تدخلت الانتباع بأن هناك أن هناك فعل حالة تعشف في حقوق العمال الأجنبية أو التهاب أو نوع من هذا لا أحد مستطيع أن يجبر أحد على البقاء في عرض الملكة العربية الشعودية من الملكة الشعودية إلى آخر مواقف هناك بعد إذن حضرتك دكتور أيمن هناك البعض أجبره نعم هناك البعض أجبره على البقاء في محابس هناك نوعين من العمالة هناك عمالة نظامية جاءت أجد بتأشيرة وعرضوا البيعابات الشرعية المتعارف عليها وعمالة غير نظامية وعندما أثارت كثير من المشكلات حول الأوضاع السيئة لهذه العمالة وهذه العمالة دخلت بكلها التأريد أو بكلها التخفي وهو أصبحت موجودة في شكل عمل وهي أعداد كبيرة نعم جميل بكل تأكيد لابد أن هناك بعض الاستثناءات لكن اسمح لي في معرض حرص حكومات لدول لها رعاية خاصة رعاية كبيرة في دول الخليج وخاصة في المملكة العربية السعودية هناك ربما حكومات تهتم أكثر من غيرها رأينا في حالة الهند أيضا في حالة مصر كانت هناك حالة الدكتورة طبيبة يعني كان لها خلاف ومن الواضح أن هناك تعنت من جانب رئيسها في العمل الذي كان طلب منها أن تقوم بدور هي رأت أنه لم يكن دورها وسجلت رسالة تخاطب فيها السلطات السعودية على أعلى مستوى هذا جانب منها بعدها راح قال لي في التليفون مباشرة أنا أشد جوزك ولما أغلقت السكة في وجهه بعت لي وردة على البيت يقول لي أتمنى لكي حياة سعيدة بعدها لجأت لما جات لنا رسالة تهديد الساعة 2 بالليل أنه لو ما مضتش الإنظارات أنا هبدأ أتصرف تاني يوم فعلا لأينا ظابط من شرطة صفوة بيتلم زوجي وبيقول له كثير مراتك ما أقدم عليك بلاغ وبيقول له تعالي هذه حالة واحدة ينبغي الإشارة إلى أن السلطات المصرية ممثلة في وزارة الخارجية تدخلت فيها ونشرت بيانا على موقع وزارة الخارجية على فيسبوك قالت فيه أنه تم تسوية الأمر لكن يبدو أن هناك سيد أحمد بن شمسي البعض يذهب إلى هذا المدى للحصول على أدنى حق في مسألة لكن الصورة أعرض بكثير أليس كذلك ولا تحتاج الأمر إلى وساطات كي يحصل الإنسان على الحد الأدنى من حقه لكي أدعك وأدع المشاهدين الكرام في الصورة خليني أعطيك نموذج من عامل من دولة أسيوية معينة أو دولة أجنبية معينة يأتي إلى دولة من دول الخليج أولا تبدأ المتاعب قبل أن يصل إلى دولة خليج لأنه يتكلم أولا مع وسيط الذي يظهر إليه نسخة من العقد الذي يقول أنه سيكون عقد العمل والذي يحدد شروط العمل عندما سيصل إلى البلد المهين فيدفع مبلغا ماليا لهذا الوسيط وهذا تسمى رسوم الاستقدام وهي غير قانونية فإذا يبتدئ مشواره قبل حتى أن يصل إلى دولة خليج باقتراد الأموال وبديون وعندما يصل إلى البلد غالبا ما يقع هو أن هذا العامل يرى أن العقد الذي سيشتغل بمثابته ليس هو العقد الذي أمضاه في بلده الأصلي وأن الراتب منخفض ويعني أقل من الراتب الذي كان يظن أنه سيكون راتبه بعض المرات نصفه هذا يعني أن الاقتراد الذي قام به لتسديد رسوم الاستقدام مضاعفة وسيعمل مرتين ليسترجع هذه الأموال فإذا يرى أن وضعيته غير مناسبة ماذا يفعل؟ يسعى إلى تغيير العمل وهذا أمر طبيعي لأنه يحسب إمكانياته أو يمكن أن يقرر أن كل هذه الأمور ليست مناسبة ويريد أن يرجع إلى بلده لأنه تم خضعه لكن لا يمكنه فعل ذلك لأن بمثابة نظام الكفالة لا يمكن لهذا العامل أن يغير العمل ولا أن يخرج بدون إذن كفيل وهذا إن توفر جواج سفره الذي في كثير من الأحيان محجوز أنا يهمني أن أضع هذه النقطة تحديدا لو سمحت أستاذ فوضى فقط كلمة الختام نعم فقط كلمة الختام لهذه الوضعية إذن إذا جمعنا كل هذه العناصر ففي آخر المطاف نرى أن كل العناصر تتوفر لشيء يشبه كثيرا العمل القصري وهذا حال الملايين هذا تعبير في منتهى القوة دكتور أيمن حبيب سيكون لديه الوقت لتفنيده إن أراد لكن إذا سمحت لي دكتور أيمن إذا سمحت لي أنا معك دكتور أيمن سأعود إليك أعدك لكن طبعا أريد تذكير أساد المشاهدين أنه دكتور أيمن حبيب كنا قد رتبنا له أن يكون في الستوديو عبر الأقمار الصناعية لكن للأسف الشديد حركة المرور عطلته عن الوصول هو الآن معنا على الهاتف وأريد أن أضع أمام أساد المشاهدين حالة لمجموعة من المصريين موجودون الآن ونحن نتكلم داخل أحد المحابس في المملكة العربية السعودية بسبب تحديدا المثال الذي ذكره الآن السيد أحمد بن شمسي لا يسمح لهم بمغادرة البلاد بسبب أن الكفيل أبلغ عنهم أنهم هاربون وهم لم يهربوا بل قدموا أنفسهم للسلطات من أجل ترحيلهم دعونا نرى جانب من هذا الشريط شكرا للمشاهدين يقول التراب إنه عشر تلاف عشان ترق أجب من العشر تلاف أتفاحهم إحنا مش عبيد هذه هي صرخة من أحد المحابس الآن في المملكة الربية السعودية بكل تأكيد هناك تعقيد في الصورة لكن للدكتور أيمن حبيب الحق في ذلك لأنه ليسوا استثناء هناك حالات كثيرة صدفتنا وتواصلت مع البرنامج كتعرض حالتها لماذا إذا كان العامل على استعداد لمغادرة البلاد يمنع وتفرض عليه عشرة آلاف ريال لمجرد أنه يريد أن يغادر بعد أن تقدم كفيله بشكوى يقولون أنها شكوى كيدية أنهم هربوا وهم لم يهربوا دكتور أيمن حبيب هل تسمعنا؟ أنا أعتقد أخي كريم لا زلت رسول على كيفة المبالغة وخوابها حتى لو أتيت لها كيفة تستحامل نحن نرسى أن المملكة العربية السعودية أيضا بها بشر وعناس لهم حقوق وأريد أن أرد المثل بالمثل وأقول كم من الجرائم وكم من الاختلالات الأخلاقية والاختلال الحرافات التي جلبها هؤلاء الذين جاءوا من أجل العمل ثم تحولوا بشكل أو بآخر نتيجة التراقمات معينة دكتور أيمن نحن لا نناقش هذا نحن لا نناقش هذا دكتور أيمن نحن لا نناقش هذا خاجوا أو اتركوا على العقد العمل الذي يربطهم بشخص ما أو بجهة ما واختبوا عن هذا المكان في المقارنة نحن قدمنا نفس عمدتنا إلى السلطة حال السلطة بالعاكل بالنسبة شخص يأتي إليها أنه كان جيلسيته وأنه كانت ديانته يمكن أن أولاً على الشكل النظيف والنظيف البريد إلى مجرد هذا حدث يعتبر تعاوي على الحقائق حتى على الفرع الفكر الموضوعي نحن نعتقد أن هناك تحامل من أجل تشويه واقع معين هناك أخطاء فردية على التفكمات هناك تصرفات لكن هناك أعظمة تحكم العلاقة وهي أعظمة يعني أمام متعرف عليها دولياً وتعليمها تطلع عليها أن أتكد لك أن من يريد أن يغاجر أرضاً أن تأريس إليه لا يستطيع ولا يجر أحد أن يمنعه من المغاثرة أرجو أنا سعيد أن حضرتك تفضلت بهذه الجملة دكتور أيمن حبيب نحن نتحدث عن رغبة الإنسان في أبسط حقوقه أن يغادر بلداً ما رغم أنه لاه حقوق كما يزعمون على أي تحدي أنه لا يستطيع أن يغادر أن تفضلت حالها وعالتين أو في الأيام القليلة الماضية في الواقع نشر في صحف سعودية عن توجيهات لخادم الحرمين الشريفين بضرورة وضع أولوية للتعامل الحسن مع العمالة الوافدة هناك أيضاً وكالة العنباء السعودية أمس الأول أصدرت تقرير صحفي كي ألخصوا لحضراتكم أمامكم على الشاشة إجراءات تم توجيهات من خادم الحرمين الشريفين تجديد الإقامة مجاناً أو استخراج تأشيرات خروج نهائي مجاناً رافع مستوى الخدمات الأساسية للعاملين توفير الدعم القانوني للعاملين مجاناً تكليف الخطوط السعودية بتسفير العاملين مجاناً إلى بلدانهم سيد أحمد بن شمسي هذه إجراءات إيجابية أم أن لا لديكم شكاً في إمكانية تطبيقها؟ هي إجراءات إيجابية وإن تم تطبيقها فعلاً فسيكون هذا الأمر محموداً جداً لكن فقط للرد وهذا للإشارة يظهر أننا لا نتحامل عندما تكون أخبار إيجابية فنحن سعداء جداً بالتسطير عليها لكن فقط للرد على ما جاء به ضيفكم الكريم حيث قال أن لا أحد في السعودية أو في دول خليجية أخرى ربما يمكنه أن يمنع شخصاً من مغادرة البلد إن أراد هذا الشخص المغادرة فهذا بكل بساطة معلومة مغلوطة لأن في عمق نظام الكفالة أن لا يستطيع العامل الأجنبي مغادرة البلد بدون إذن الكفيل اسمح لي أتمم إذن عندما قال الضيف الكريم أن هناك أنظمة في السعودية فعلاً هناك أنظمة نحن لا نقول أن هذا قانون الغاب أبداً هناك أنظمة لكن المشكلة يكمن في تلك الأنظمة وبالخصوص في نظام الكفالة وكذلك هناك شروط أخرى يعني عندما يقول أن المعايير الدولية تحترم مثلاً في سعودية أو في دول خليجية أخرى ممنوع على العمال أن يشكلوا نقابات أو يشكلوا وسائل ضغط على المشغلين وهذا حق بديه موجود في القوانين الدولية شكراً جزيلاً للأسف شديد انتهى وقت هذه المناقشة شكراً للسيد أحمد بن شمسي المتحدث الإقليمي باسم منظمة Human Rights Watch وقد تحدث إلينا عبر الأقمار الصناعية من بيروت شكراً جزيلاً للدكتور أيمن حبيب الخبير الإعلامي الأكاديمي السعودي رئيس تحرير جريدة عقاض السعودية وكان معنا عن الهاتف رغب أننا كنا قدرتبنا له أن يكون معنا عبر الأقمار الصناعية من جدة لكن حركة المرور عطلته إلى هنا إذن ينتهي هذا النقاش وقبل أن تنتهي هذه الحلقة كان سليم العامل البنجالي قد قضى سبع سنوات في السعودية لا يتحمل بطاقة العودة لزيارة ذويه في ليلة فاجأه من يعمل لديهم وأسبغوا عليه من الهدايا والعطايا من بينها هذه الهدية هذا الساعة إيش هدية سرعة ساعة ساعة واحد ما بي ساعة يقول ساعة لا غير غير ساعة رقم الله ما شاء الله الله بي سليم اليوم سليم سليم لو كانت الدنيا كلها هكذا وحسب مش ديش آين باللغة الألمانية تعني حرفيا أحشر نفسك هذه هي السلطة الخامسة فشارك معنا بالرأي والسؤال والصورة والفيديو عبر موقعنا الرسمي وعبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي طيب الله أوقاتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة